اشتركوا في القناة ونواب ينتقدون تغيب بعض أعضاء الهيات عن جلسة الاستماع الاستماع رفيع المستوى التونسي البرتغالي يتوجب التوقيع على إعلان المشترك وعلى مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة الثامنة من تونس أهلا بكم فاد المدير الجاوي للحماية المدنية بيقابس بأنه تم بعد ظهر اليوم العثور في وادي الفام على جثة معتمد مطمط الجديدة محسن بن عاسي المفقود بالوادي منذ الحادي من نوفمبر الجاري ذما جرف تسيول السيارة الأمنية التي كان يستقلها وعضح المسؤول الجاوي أنه تم العثور على الجثة بالوادي على عمق يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر على بعد كيلومتر من الطريق المحلية رقم 955 الرابط بين مطمط الجديدة وتوجان ذو قد اصدرت وزارة الداخلية بعد ظهر اليوم بلاغا أكدت فيه أن فرق البحث والتفتيش التابعة للدار الجاوية للحماية المدنية بيقابس بمشاركة وحدات من الجيش الوطني والحرس الوطني وعدد من المواطنين تمكنت حوالي الساعة الثالثة والربع بعد ظهر من العثور على جثة معتمد مطمط الجديدة في مواكبة لعرض مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثار نقص عدد أعضاء مجالس الهيئة الحاضرين تساؤلات عديدة من قبل نواب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد سجل أعضاء اللجنة اختلافا بين مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعروض أمامهم من قبل رئيس الهيئة وبين مشروع ميزانية الذي تلقوه من قبل رئاسة الحكومة أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري جهيزية الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها لأنها تمكنت من استفاء الشروط المطلوبة لذلك من بينها سد شغور وانتخاب رئيس للهيئة واستكمال بعض المحاكم الإدارية بالجهات الداخلية ثم شرط قبول أغلب ما يمكن من المشاركين في الحياة السياسية والمترشحين في دورة قبول بهذا الموعد نحن من حيث المبدأ نفس التاريخ ولكن دون أقصى لمبدأ التشاور والتحاول جهيزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها تصريح شكك فيه النواب الحاضرون الذين تفاجأوا بتغيب عدد من أعضاء مجلس العيئة عن جلسة عدد مشروع ميزانية السنة المقبلة خلافا للسنوات الماضية اللي كان مجلس الهيئة تقريبا بمجمله يحضر لمنقشة هذه الميزانية فاليوم وفي سابقة أحسب أنها غير جيدة يحضر فقط السيد الرئيس الهيئة رفقة أعضاء الإدارة كنت شخصيا أود أن يحضر كافة أعضاء مجلس الهيئة حتى يوجهوا رسالة إيجابية للتنخبة السياسية وأساسا لشعب التونسي ويطمنهم على مصار الانتخابات غياب بقية الأعضاء لنفس السيد الرئيس على المنصب الرئيس أعتقد أن هذا يرفع من منصوب التشكيك في وضعية الهيئة الداخلية ويجعل حتى الحديثي لدور خارج أن هناك تهديد باستقالات أو وضعية البيت الداخل الهيئة غير مرتب جيدا وهذا لاحظناه وفي رده على تساؤلات النواب بخصوص الشكوك التي تحوم حول الثراب الشأن الداخلي للهيئة استبعد الرئيس محمد تليلي المنصري إمكانية تسجيل استقالات منتظرة في صفوف الأعضاء دعيا إلى ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية كل عملية ديمقراطية معناها مش بشترضي العموم لكن فرصة هي في الواقع بش نقص شوية تشكيك في الهيئة وشوية تشكيك في النزاهة وشوية تشكيك في الاستقلالية إحنا زملاء كانت نجمة تكون عندي كما نجمة تكون عندهم تخاوفات النواب من مدى جدية استكمال المسال الانتخابي تعززت إذرعال لمشروع ميزانية الهيئة لسنة ثماني عشرة وألفين هذا المشروع تبين أنه يختلف تماما عن المشروع الذي تقدمت به رئاسة الحكومة مبدئين الحكومة قدمت في حدود 24.000.000 دينار معناها باعا استثناء الاعتمادات الممنوحة للانتخابات المحلية وقالت روى هذوك من نجم نوضعهم على الذم وقت تتوفر الشروط انتع القيام للانتخابات المحلية معناها موجودين في حين عدنا مقترحات اللي هي جديدة مشروع المتعلق بالهيئة اللي يعرض فيه سيد رئيس الهيئة ميزانية التقديرات هي في حدود 84 مليون دينار بما فيها 60 مليون دينار كنفقات انتخابية واستفتاء وأجمع النواب الحاضرون أنه تبعا لما ينص عليه الفصل 20 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة فإن الهيئة هي من تضبط ميزانيتها باقتراحا من مجلسها ثم يتم عرضها على الحكومة وكان رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي قد استقبل اليوم في قصر قرطاج وفدا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتقدمه رئيس الهيئة الجديد محمد تليلي المنصري الذي أفاد لقاء مثل مناسبة لاستعراض حسن سير عمل الهيئة واستعداداتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة كما تم تأكيد ضرورة المضي قدما في استكمال مسار الاعداد لتنظيم الانتخابات البلدية على أن تجرى في الموعد المحدد لها سلفا أي الخامس والعشرين من شهر مارس 2018 أو نهاية شهر أبريل من السنة القادمة على أقصى تقدير نخدم صحبة زملائي في مجلس الهيئة بحيادية واستقلالية تامة وهذه ضمانة بإذن الله لكي نعود بها الشعب على أساس لا خوف على الصندوق بإذن الله دولنا كذلك في خصوص الانتخابات البلدية وتفهمنا على أساس بعد استكمال رئاسة الهيئة تقريبا جميع الشروط تحققت للموضي قدما في الانتخابات البلدية في موعد 25 مارس أو على الأقل على أن لا يتعدى شهر أبريل بإذن الله توجدت اللجنة الرابعة الاجتماعي رفيع المستوى التونسي البرتغالي بالتوقيع على إعلان مشترك يعكس سعي البلدين إلى إرساء شراكة استراتيجية متميزة بالإضافة إلى التوقيع على جملة من الاتفاقيات ثمن الوزير الأول البرتغالي أنتونيو لويس سانتوس داكوستا نجاح المسهر الانتقالي والتجربة الديمقراطية في تونس مؤكدا دعم بلاده لتونس في هذه المرحلة التي تخطو فيها بنجاح لتحقيق انتقالها الاقتصادي وأبرز في الندوة الصحفية المشتركة التي جمعته برئيس الحكومة يوسف الشهد أهمية البعد الثقافي في تحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين التونسي والبرتغالي من جهته أكد رئيس الحكومة يوسف الشهد في الندوة الصحفية المشتركة على الاتفاق على تعزيز التعاون مع البرتغال في مجال مكافحة الإرهاب جددنا بيتي المناسبة عزم البلدين على المذي قدما في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف هذه الآفة التي تتجاوز كل الحدود اليوم وتونس حققت نقلة نوعية في تأمين أراضيها وتأمين حدودها بفضل قواتها الأمنية وبفضل مجهود الدولة والحكومة في السنوات الفاردة كما أكد رئيس الحكومة أنه تناول وظيفه البرتغالي مسال التسوية السياسية في الجارة ليبيا وفق مبادرة رئيس الجمهورية تأكيد على ضرورة دفع الحوار بين اليبيلين أنفسهم كخيار أوحد لعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية وإلى ضرورة توصل إلى تسوية سياسية رئيس الحكومة وبعد تنويهه بدعم السلطات البرتغالية لتونس خلال مراحل الانتقال الديمقراطي أكد استعداد الشريك البرتغالي لمزيد دعم تونس مع الاتحاد الأوروبي وقد توجت أشغال الدورة الرابعة للاجتماع رفيع المستوى تونس البرتغالي بإشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير الأول البرتغالي أنتونيو لويسانتوس داكوستا بالتوقيع على أربع اتفاقية تهم الحماية المدنية والنقلة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل واتفاقية تطبيقية لخط قرض بورتغالي بقيمة 20 مليون يورو في إطاري الانفتاح على الوجهة الافريقية وقع وزير الخارجي أخميس جهناوي مذكرة تفاهم مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الطرفين وقع تونس مذكرة تفاهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريق التي تضم 15 دولة وترسم المذكرة خرطة طريق لتطوير التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين اتفقنا الآن في لقائنا أن وضع لجنة مشتركة على مستوى الخبراء لتحديد القطاعات التي يمكن أن نطورها في الفترة القادمة نحن ما زلنا في بداية الطريق هدفنا إن شاء الله باش نكون في صفة ملاحظ مش في صفة عضو وعندما نطور هذه العلاقات بصفة تدريجية سنتقدم في هذه العلاقة المهمة في مستقبل علاقات تونس الاقتصادية الخارجية ثم بتنسيلا تعنموه كبير برشا في البلدان هذه ولذلك احنا نحب نزيد ونطوروها الآن قلنا ما بين واحد واثنين في المئة يعني المبادلات انتي والأعوام وهذه ضعيفة احنا ثم قدرة كبيرة باش نجب أن نطوروها العلاقات هذه ونطوروا مبادلات تجارية متاعنا والانخراط متاعنا باش يكون كما قلنا كعضو يعني ملاحظ من الأول ونحب يعني نعملو نطورو تدريجيا العلاقات هذه باش نقلت ان شاء الله من بعد الى مبادل مع انتها اتفاقية تبادل الحر وتسعى تونس الى تطوير مبادلاتها تجارية مع دول غرب افريقيا لتصل الى نسبة عشرة بالمئة خلال السنوات القادمة من جهتها اعتبر مرسيل ديسوزا رئيس مفوضية المجموعة ان التطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس ودول غرب افريقيا يندرج في اطار الشراكة مربحة للطرفين تفتح امام تونس سوقا كبيرة وتمكن هذه الدول من الاستفادة من الخبرات التونسية في عديد المجالات تونس لها امكانيات كبيرة في عدة مجالات على غرار القطاع السياحي والقطاع الصحي والفلاحة وما يمكننا الوضع شراكات ناجحة ومثمرة لبلدان المجموعة ولتونس كذلك يذكر ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تمثل ثيقلا يقدر بـ 630 مليار دورال من الناتج القومي الخام واسوقا استهلاكية تشمل اكثر من 340 مليون النسمة افستحت فعاليات والاستشارة الوطنية التي اطلقتها وزارة العلاقة مع الهايات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مع مكونات المجتمع المدني وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمنهضة التمييز العنصري ناقش الحاضرون الصيغة النهائية لهذا المشروع قبل عرضه على مجلس وبشعب المصادقة عليه في الايام القاتمة خلال عرض مشروع القانون الاساسي المتعلق بمنهضة التمييز العنصري والمتضمن لأحد عشر فصلا اكد وزير العلاقة مع الهايات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية ان وجود قانون يجرم هذه الممارسات سيساعد على القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري العقوبات هي تختلف فيها عقوبات بالغرامة فيها عقوبات بالسجن لبدة ستة اشهر وحتى سنة في بعض الحالات كذلك كم التنصيص والبقانون على مضاعفة العقوبة في حالة انه كان الضحية طفل او في وضعية استضعاف او يكون معناها سيبغدونية او اذا كان منها موظفية دولة اللي عندهم كريسة من القوى واكد الحذرون خلال مناقشة الصيغة النهائية لهذا المشروع على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التمييز العنصري والاليات الكفيلة بتنفيذها وتقييمها بالاضافة الى جمع البيانات والمعطيات الاحصائية التي تبقى غائبة رغم وجود الظاهرة القام للأسف مزالت على خطر تونس ترفض بشتعم الاحصائيات وهو ما هو مطلوب منها من الليجان الأممية نحبوا نعرفه اول شي فرحشنبيه هو قداشت اعداد السود في تونس وهو ما ترفضه تونس هذا ما هوش دعوة فقط هذا مطلب من المجتمع المدني التونسي وكذلك هذا مسئولية تونسية لان تونس وقعت على اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز العنصري ناقص ربما في المشروع القانون هو الجانب الوقائي واللي يجب أن يكون هو الاساسي الوقاية يعني ان الناس تتعلم على احترام الاختلاف وانه مش خاطرك ابيض ولا خاطرك اغني ولا خاطرك انتخيل من غيرك هذا ما تمييز بشكل عام في تونس حتى جاوي هذه الثقافة وفهم خدمة تخدم من طرف الدولة بشاركة مع المجتمع المدني ومع الاعلام ولكن زادة كتب يفهم عقوبات ولو رمزية هذه كمهمة برشا وبطبيعة القانون يجب يكون مصحوب بستراتيجية وطنية يعني هذه مسئلة من تم فرغ منها خطر مش مجرد اصدار تشريع راهو بشي يقضي على الظاهرة ولكن هو الخطوة الاولى والخطوة الضرورية لخطوات معنيها اخرى فيما بعد ان شاء الله هذا وسيتم وضفاء التهديلات الضرورية على مشروع القانون المتعلق بمناهضة التمييز العنصري قبل عرضه على انظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه خلال الايام القادمة تنتظم انطلاقا من اليوم على مدى ثلاثة ايام ورشة حول تبادل الممارسات الجيدة وتجارب المقارنة الوطنية ودولية الخاصة بمراكز لواء النساء ضحايا العنف ويناقش الحاضرون في الورشة واقع مراكز لواء في عدد من البلدان المشاركة وتبادل الخبرات في هذا المجال 700 مليون من النساء في العالم قد تعرضنا لمختلف اشكال العنف وخاصة العنف داخل الاسرة رقم كشفت عنه وزيرة المرأة والاسرة والطفولة استنادا الى تقرير البنك العالمية واشارت ايضا الى ان اربعة من خمسة من النساء ذوات الحاجيات الخصوصية في العالم يتعرضن للعنف بشكل صامت العنف يسبق اسباب الموت قبل الكانسير وقبل عدة امراض اخرى في تونس نعرف من 3000 امرأة تمت استجوابها فما اكثر من 50% يقولوا انهم تم التعنيف ومتاحهم على قل المرأة في حياتهم ولمزيد تطوير اديات حماية المرأة ذا العنف المسلط عليها والتعهد بها انتظمت اليوم ورشة عمال لتبادل الخبرات وتجارب في كيفية تسيير مراكز ايواء النساء المعنفات مراكز الايواء هي تجربة نموذجية انطلقت من 2013-2014 انطلقت احداث مركز الامان في السنة الفارطة تم احداث مراكز جديدة مراكز بدعم من الاتحاد الاوروبي ستة مراكز فتحت ابوابها في ولايات من الجمهورية كما جندوبا، القروان، سفاقص، مدنين، تونس كيف كيف واحد جديد في تونس فيهم اربعة مراكز للإيواء وزوز مراكز للانصات والتوجيه واحنا الامل متاعنا ان نتوصلوا باش نحتو مراكز في كل ولايات الجمهورية نعملوا الاحاطة النفسية والاشتماعية والقانونية في خليط الانصات وبعد نوجههم اللي عندهم انبزوان معناه حاجيات للإيواء نوجههم وكيف كيف يخذهم انشارج الاخصائيين كما تم التأكيد على ضرورة تكوين العاملين في هذه المراكز بغاية حسن التسيير والتعامل سيتونس عندكم الآن قانون جديد يحمي المرأة ضد العنف اذا يجب ان نعرف جيدا ان التكوين يعلم كيفية استعمال الحق وما يتضمنه القانون وتسيق الجيد وكذلك حسن التخاطب مع المؤسسات التي تدافع عن النساء الضحايا وحتى كيفية معالجة الحالات التي نستقبلها او نأنيها اجد التجربة توليسية مهمة جدا سيما مع التشريع الحالية وسياسية في تونس فيما يتعلق بالمساواة وعدم المساواة وكذلك ضد العنف وقد تكون مرجعا لدول اخرى شمال افريقيا وكانت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة قد اشارت في تدخلها خلال افتتاح الورشة الى ان الوزارة تعتزم احداث جائزة تصند بمناسبة عيد المرأة الى كل مؤسسة او شخص معنوي تمكن من تحقيق المساواة بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار خبراء ومختصون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة من اوروبا وافريقيا وبلدان المغرب العربي اجتمعوا في القمة الدولية الثانية للطاقة الشمسية التي انعقدت بتونس التباحث وتبادل الخبرات بشأن تطوير مجالات استغلال الطاقات المتجددة مجال الطاقات المتجددة بات خيارا استراتيجيا بالنظر الى محدودية امكانيات دونس من المحروقات والموارد الطاقية هذا ما اكده وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على هامش اشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة الشمسية مجال استراتيجي بالنسبة لنا لانه نعرف انه امكانياتنا من المحروقات قليلة جدا الانتاج من المحروقات يمثل تقريبا 50% من الاستهلاك انتاعنا الانتاج بسيط 45 ألف برميل في اليوم معناها ما يززيش الحاجة انتاعنا فالدولة رأت انه استراتيجي هو الذهاب في تطوير الطاقات المتجددة 2000 كيلوات في المتر المربع الواحد في السنة هو معدل ما ينتجه الجنوب التونسي من الطاقة الشمسية معدل يصنف عالميا من احسن النسب ويفسح المجال لتطوير استغلال الطاقات المتجددة ارضية شجعت الشركة التونسية الكهرباء والغاز على بعث عدد من المشاريع في الطاقات المتجددة الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستواصل بناها بالقيام بدورها الريادي في انجاز المشاريع الطاقات المتجدة ستنجز 300 ميجاوات مشروع طاقة فوتو ظوئية في عدة جهات داخلية كذلك ستنجز 80 ميجاوات من الطاقة الرياحية ايضا في الجنوب في منطقة كبيلي ايضا عندنا مشروع كبير في الشمال هو محطة تخزين الطاقة بالمئة خبراء المختصون تباحثوا بشأن ابرز الاشكاليات والتحديات في مجال تطوير استغلال الطاقات المتجددة ابرز التحديات التي تواجه تطوير مجال الطاقات المتجددة هو ضرورة ايجاد اطارا تشريعية تسيم بالشفافية والوضوحة لانه سيمكن من تطوير النسيج الصناعي في هذا المجل هذا ويذكر ان الطاقة الشمسية في تونس يتم الاستفادة منها بشكل كبير خلال فترة ذروة الاستهلاق في فصل الصيف قدم كل من وزير النقل رضوان عيارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سيم خلبوس مشروعي ميزانيتي وزارتيهم أمام اللجان المتعهدة بهما بمجلسين وبشعب في انتظار عرضهما على الجلسة العامة المصادقة عليهما قدم وزير النقل رضوان عيارة عرضا أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات صلة حول المشاريع المبرمجة لقطاع النقل بمختلف أنواعه صلبة ميزانية الوزارة التي شهدت ارتفاعا بـ 13% مقارنة بميزانية السنة الماضية الأولويات هو بالنسبة لنا بعض الخطوط الحديدية أو بعض الشكاك الحديدية من يعادة تهيئة من تدعيم بعض الخطوط مثلا نفيذة الجاسرين فما تونس جابس فما تونس سوسا فما العديد من الخطوط لكن هذا هو الرؤية مربوطة بالمشروع الكبير نعاوده هو لا رفع اللي هو ربما إن شاء الله قد من قدمه في الإنجاز نحن في مستوى 36% قد من تكون إن شاء الله الرؤية متكاملة بالنسبة للنقل العمومي في سيفة عامة في تونس وفي تعليقهم على أولويات ميزانية وزارة النقل اعتبرت مختلف مداخلات النواب أن الوزارة تعتمد سياسات تقليدية في صرفها للميزانية كما تفتقد الاستراتيجية واضحة من شأنها حلوا أزمة النقل في العاصمة كما في الجهات الداخلية لاحظوا اللي مثلاً حالة الاقتضاث وحالة تهرم وتقادم وسائل النقل أدت إلى أزمات كبيرة في الأحياء الشعبية هذية يرجع إلى أنه ما تماش رؤية واضحة من أجل حل المشاكل والوقوف عليها يعني هي إعادة لنفس السياسات أهم نقطة هو أنه اتفقنا للتكوين معناها تكون جلسات دورية بين وزارة النقل واللجنة لمعالجة القضايا هذه وننظروا قدام معنا في استراتيجية مستقبلية للوزارة هذه بدورها شهدت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ارتفاعاً بحوالي 9% مقارنة بالسنة الماضية ستصرف في جانب كبير منها على البحث العلمي الذي زادت الأتمادات المخصصة له بنسبة 30% بالإضافة إلى تطوير الخدمات الموجهة للطالب الخدمات الجامعية مهمة جداً الطالب يجب أن يرجع محوري في منظومة التعليم العالي ويجب أن يقرأ في ظروف طيبة ومقبولة وهذا علاج حتينا العديد من الاعتمادات والتحسينات في مستوى المنح المنح لكلهم زادوا ورغم الظروف المادية الصعبة متاع بلادنا أيضاً في تحسين عدد البقاع في المبيتات وتحسين الأكلة الجامعية ميزانية ستعرض على الجلسة العامة المصادقة عليها لتنطلق مختلف الوزارات في تنفيذ المشاريع المبرمجة الصلبها كما تم الاستماع أيضاً إلى كل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير الاستثمار وتعاون الدولي زياد العذاري لدى تقديمهما مشروعي ميزانيتي وزارتيهما من ملجان المتعهيدة بهما أكثر من 1600 مليون دينا ستخصص لميزانية وزارة التجارة السنة القادمة سيسأثر منها صندوق الدعم بالنسبة الأعلى ونظراً لتفاقم العجز التجاري سيتم اعتماد استراتيجية جديدة عبر دعم الصادرات وفق ما سرح به وزير التجارة عمر الباهي خلال جلسة استماعاً صلبة لجنة الفلاحة والأمن الغذائية الميزانية متع وزارة التجارة فهذه الانخفاض في إطار تنقيس من المصاريف التي اتخذتها الحكومة لدينا ميزانية تقدر ب1670 مليون دينار لكن جل الميزانية هذه هو سندوق الدعم وصندوق النهوذ بالصادرات وصندوق الدعم في حدود 1570 مليون دينار العجز موجود في الميزان التجارة يعني باش نقوموه بدفع التصدير وبترشيد التوريد واحنا قمنا معني بعدد أجراءات لترشيد التوريد يعني منهم يعني طلبنا يعني على مستوى البنك المركزي مع دقائمة متاع موات اللي نطلب فيها التمويل الذاتي لتوريد في حين ستكون أولوية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولية مزيد دعم التنمية الجهوية وتطوير برامج التنمية المندمجة لخلق مواتن الشغل ودفع الحركية الاقتصادية بعدد من الجهات مع دعم مصطلح على تسميته بالاستثمار الانتاجي في الجهات الداخلية عبر تطوير رؤية شركية مع القطع الخاص والعمل على دفع المشاريع الاستثمارية الخاصة الكبرى داخليا وخارجيا 500 مليون دينار تقريبا لمشاريع تنموية تشرف عليها للوزارة واللي في المرحلة القادمة عملنا على دفع المشاريع الخاصة الكبرى الاستثمارية باعتبار بلادنا في المرحلة القادمة توليد أن تبني منويل نمو مبني خاصة على الاستثمار والتصدير وليس على الاستهلاك والطلب الداخلي وهذا يتطلب مزيد دعم المجهود الاستثماري ولدولة نجم تلعب دور كمسهل وكمحفز وأيضا كصاحب رؤية استراتيجية للقطاعات والجهات الأولوية وقبيل المرور غدا إلى مناقشة ميزانيات مختلف الوزارات عقد رؤساء الكتل النيابية جلسة تنسيقية بحضور وزير المالية رضا شلغوم وعقدت اليوم لجنة تحقيق حول التسفير إلى بوار التوتر جلسة استماع إلى منظمة الأمن والمواطنة التي قدم رئيسها عصام الدردور تقريرا ضمنه معلومات ومعطيات حول عدد من الإرهابيين وشبكات التسفير على أن اللجنة ستتولى تطقيق في هذه المعطيات ومن المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة استماع للتفقدية العامة صلب وزارة الداخلية إثر ما تقدم به الدردوري من معطيات حول تفاصيل جوازات السفر المدلسة وفق الدردوري وكذلك جلسة استماع لوزير الداخلية في الفترة القادمة مسألة جوازات السفر التي تحصل عليها الشباب اللي سافروا خاصة منها الجوازات السفر المضروبة نجم يقوله المدلسة وليفما حسب قوله اذطراع لأطراف أمنية داخل إدارة الأمن والحدود والأجانب وأطراف أخرى كانت معناها متهمة من طرفه هو هذا حسب كلامه متهمة بأنها اطلعت في أنها تمددت الأطراف هذه بجوازات السفر كما حتى أطفال قصر تمدهم بجوازات السفر دون ترخيص أبوي وهذا معناها مخالف للقانون كما زاد مدنا أنه فم عودة لبعض الإرهابيين اللي هم موجودين في بؤر التوتر وخاصة منهم في سوريا واللي هي معلومات يجب التثبت منها بسببات الحال احنا لنأخذها مسلمة تم اليوم بمقبرة سيدي بوسعيد دفن جثمان المصمم التونسي والعالمي عزدين عليها جنازة حضرها شخصيات فنية وسياسية رحم الله عزدين عليها وألهم أهله ذويه وازقائه في تونس وفي كل العالم جميل الصبر وسلوان هذه بعض كلمات تأبين المرحوم عزدين عليها بمقبرة سيدي بوسعيد بالضحية الشمالية لتونس العاصمة عزدين عليها هذا المصمم التونسي والعالمي الذي وفدته المانية يوم السبت الفارد بالعاصمة الفرنسية باريز حضر جنازته عدد من نجوم عالم التصاميم والملابس الفاخرة كعارزة الأزئة العالمية نعوم كامبل سيما وأن الفقيد قد ارتدى ملابس من تصاميمه عدد من مشاهير هوليود والسياسة هو عزيز ومشي عزيز الله يرحمه ويدعمه حنيين هو ويسر الطيف وليس متربي وصوتك متسمعوش رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسيكان قد تحول إلى منزل المرحوم لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد الذي ترك وسيطا لأسرته الفقيد وبعد أن أنهى دراسته في مدرسة الفنون الجميلة بتونس بدأ حياته المهنية كمساعد خياط لينتقل بعد ذلك إلى عاصمة الموذة باريز فاشتغل لصالح أكبر العالمات العالمية فارتدى من تصاميمه عدد من مشاهير العالم منهم ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اللي يحكي عليه معه هو بالنسبة لخدمة متعه اللي يوصل في نوصل مش فايدة عرف السيدة هذيك ولا عرف السيدة هذيك ولا الامرأة هذيك هو بالذريع أزدنا علي الذي توجه بعدد من الجوائز كان يبرمج وفق أصدقائه للعمل في تونس والاستقرار بها ولكن الموت غيبه قبل أن يحقق ذلك رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان إلى أخبار العالم مشاهدين الكرام رفضت إيران قرر وزراء الخارجية العرب وصفت نياه بأنه لا قيمة له وكان وزراء الخارجية العرب بدانوا ما وصفوه بتدخلات المستمرة لإيران في الشؤون العربية والتهمين حزب الله اللبناني المدعوم من طهران بدعم الإرهاب جاه هذا في البيانة الختمية لاجتماع طارئ إن تم عقده بطلب من السعودية لبحث كيفية التعامل مع الدور الإيراني في المنطقة العربية بترحيل ما وصف بالتهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي إلى مجلس الأمن الدولي والتشديد على أن حزب الله اللبناني منوظمة إرهابية اختتم وزراء خارجية الدول العربية اجتماعهم الطارئ الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية انطلقت من الأراضي اليمنية البيان الختمي الذي صدر في أعقاب جلسات الحوار التي عقدت خلف أبواب مغلقة أكد حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها معتبرا استهداف العاصمة الرياض بالصواريخ عدوانا وتهديدا للأمن والسلم القومي العربي والدولي وحول الدور الإيراني في الملف اليمنية أدنى المجلس سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها في هذا البلد من خلال دعمها للجماعات الموالية لها والمناهضة للحكومة اليمنية الشرعية ومدها بالأسلحة وتحويلها إلى مينصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وفي البيان كذلك الذي تحفظت لبنان على بعض فقراته تحميل كامل لحزب الله اللبناني الشريك في الحكومة اللبنانية مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية مطالبا إياه بالتوقف عن نشر ما وصفه بالتطرف والطائفية والتدخل في شؤون الداخلية للدول أعمل أن يتغير النهج الإيراني وأعمل أن تصل الرسالة إلى الإخوة في إيران في جمهورية الإسلامية بأن هناك غضب وضيق عربي كاتب الدولة لدى وزير شؤون الخارجية صبر باشتوبشي الذي شارك في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري جدد في كلمة ألقها بالمناسبة التأكيد على تضامن تونس مع المملكة العربية السعودية ومع مملكة البحرين وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس بأمنهما واستقرارهما وحرمتهما الترابية مشددا على أهمية التمسك بالحوار والتفاوض باعتباره سبيلا وحيدا لحل الخلافات والإشكاليات والحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وفي قراءة لما خرج به يزراء الخارجية العرب من قرارات ومواقف في بيانهم الخيتمين يقول بعض المراقبين إنه قطع خطوة متقدمة وواضحة من أجل تحرك فعلي وناجع بعيدا عن خطابات الشجب والإدانة التي كثيرا متسمت بها مثل هذه البيانات حمل حزب والاتحاد الوطني الإفريقي زمبابوي الرئيس روبرت موغابي مسؤولية عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها البلاد خاصة بعد انتهاء المهلة التي قدموها له لتقديم استقالته من منصبه ساعات انقضت على انتهاء المهلة التي منحت لرئيس زمبابوي روبرت موغابي على تقديم استقالته ولعل الأمور تتجه إلى قرار العزل سيما وأنه لم يبدي احتراما لسلطة القانون حسب تصريحات قاتة حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الحزب الحاكم في الزمبابوي موغابي دورك انتهى وحكمك للزمبابوي ليس أبديا موغابي يتوهم ان اعتقد ان الأمور يمكن ان تعود كالسابق وان يتحكم بمصير هذا البلد من جديد لن يتحقق ذلك وسيتغير المشهد في الزمبابوي قرار العزل قد يتم المصادقة عليهم من قبل البرلمان في اجتماعه المقرر يوم غد خاصة وأن الاجتماع الذي عقده نواب الحزب الحاكم فور انتهاء المهلاقة أفرز بأن وجود موغابي على رأس البلاد أصبح مصدرا لعدم الاستقرار السياسي كما حملوه مسئولية الأزمة الاقتصادية الخانقة والغير مسبوقة التي تعيشها البلاد منذ 15 سنة ويستند الحزب في قراراته إلى التحركات الشعبية التي دعا فيها المحتجون رئيسهم بالرحيل عن منصبه في تعبير عن تآكل شعبية الرئيس الأكبر سنة في القارة الإفريقية إذن ساعات قليلة تفصل شعب الزمبابوي عن إمكانية عزل رئيسه بقرار برلماني قرار قد يحيل اميرسون مينانجاجوا نائب الرئيس الذي عزله موغابي قبل شهر إلى تولي مقاليد الحكم في الزمبابوي خاصة وأن الحزب الحاكم عينه رئيسا للحزب ورشحه للانتخابات الرئاسية العام المقبل فشلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إقناع جملة من الأحزاب الأخرى بتشكيل أغلبية حكومية وهو ما قد يدخل ألمانيا في أزمة سياسية قد تضطرها إلى إعادة إجراء الانتخابات التشريعية وقد تودي إلى إنهاء الحياة السياسية لميركل أكثر من شهر من المفاوضات الشاقة التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل تحالف حكومي انتهى بالفشل وهو ما قد يدخل ألمانيا في أزمة سياسية تضطرها لإعادة إجراء الانتخابات التشريعية أزمة سياسية تواجهها أيضا ميركل تعد الأخطر خلال حكمها المستمر منذ 12 عاما قد تصل حدة خطورتها إلى إنهاء حياتها السياسية وأجرت ميركل التي فازت في الانتخابات التشريعية لكن بأسوأ نتيجة سجلها حزبها المحافظ منذ سنة 49 وتسعمائة وألف وسط تقدم اليمين المتطرف ورفض الاشتراكيين الديمقراطيين مواصلة الحكم معها أجرت مشاورات لتشكيل اتلاف بين حزبها المحافظة والاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والليبراليين والمدافعين عن البيئة لتفضي إلى انسحاب الليبراليين أمس الذين اعتبروا أن مواقف الأطراف متباينة جدا حيث صرح رئيس الحزب الديمقراطي الحر غياب قاعدة مشتركة مع المستشارة وثقة متبادلة كافية للتفكير في تشكيل تحالف حكومي يحكم لأربع سنوات قادمة القرار طلقتهم ميركل باستياء معتبرة أن قليلا من الإرادة كانت قادرة على التوصل إلى اتفاق ويبدو أن قضية الهجرة واستقبال ميركل طالبية لجوء سبب تعثر المفاوضات لكن يمكن لميركل بموجب دستور الذي لم يحدد مهلة لتشكيل الحكومة استئنافها لكن محاولات تشكيل تحالف مع الأحزاب الأربعة يصفها المراقبون بالمستحيلة نظرا للانقسامات الحادة بينها في أخبار الرياضة الآن تدور انطلاقا من يوم غدنا ثلاثة مواجهة الجولة الحالية عشرة من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم حيث يصطدي فتراج رياضي التونسي الملعب القابسي ويلاقي مستقبل القابس الاتحاد المنستيري ويواجه أولمبيك مدين نجم المتلوي ويباري نجم ساحل ضيفه والملعب التونسي وتستكمل الجولة بعد غدنا الأربعاء عندما يحل النادي الافريقي ضيفا على النادي البنزرتي وتواجه شبيب القيرونية مضيفها تراجي الجنوب فيما يلاقي النادي سفاقسي اتحاد بن جردان وكان تراجي الرياضي قد أعلن على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت أن مباراته مع الملعب القابسي المقرر غدا ثلاثة بملعب المنزة ستقام دون حضوري الجمهور وأوضح تراجي الرياضي أنه طلب من سلطات المعنية سمح له بترويج عشرة الاف تذكرة وهو العدد نفسه من المشتركين بنادي العاصمة لكن لم يتم الترخيص إلا بحضور خمسة الاف متفرج فكان أن قرر فريق الأحمر والأصفر إلغاء عملية طبع تذاكر بالنسبة إلى هذه المبارات تفاديا للتمييز بين أنصاره وخاصة منهم أصحاب الاشتراكات ويذكر أن ملعب رادس مغلق حاليا بسبب أشغال الصيانة في حين تم الاقتصار على حضور خمسة الاف متفرج بملعب المنزة حفاظا على سلامة الجماهير وافتتحت عشية اليوم بقصر الرياضة بالمنزة فعالية نسخة سادسة من البطولة العربية العسكرية للتايكواندو بمشاركة 11 بلدا في ملافسات تضم ثمانية أوزان مختلفة تحت شعار الأخوة عبر الرياضة أعطيت بقصر الرياضة بالمنزة إشارة انطلاق البطولة العربية العسكرية للتايكواندو في نسخة سادسة حفل الافتتاح شهد تقديم الوفود المشاركة إذ بلغ عدد الرياضيين 53 لاعبا سيتنفسون في ثمانية أوزان مختلفة في دورة أرادها المنظمون بمثابة تحدي لرفع المستوى التايكواندو العربي الأخوان العرب يحبوا يجيوا لتونس وين تنظم تونس حاجة يحبوا يجيوا بأحدنا وشفت الحضور متميز معناها فما حداش الدولة مشاركين في مزوز بالحكام أول كانت جيوش تتلاقى بس في ميادين الحروب الحمد لله حين وصلنا للدورف هذه وصلت الجيوش تتلاقى في ميادين الرياضة هذه نعمة الحمد لله ويضم المنتخب العسكرية التونسي في صفوفه أبطالا عالميين وأولمبيين في التايكواندو على غرار وحيد لبريكي وأسامة الوسلتي لذلك فأن الدورة تعد أحد أبرز المحطات التحذيرية للألعاب العالمية المقبلة في الصين عام 2019 وخاصة أولمبياري توكيو 2020 عنا أسامة الوسلتي عنا وحيد معناها ذوما أسامي التي نتشرف بهم وأكيد مثل هذه التظاهرات كيف مرينا اليوم والرياضة يعني الشعار متع دورها كونها الرياضة رأي أخوة والمؤسات عامة وخاصة المؤسات العسكرية التي الرياضة تزيد تقربهم أكثر حتى في مجال يعني التعاون بين البلدان العربية نفهم الرياضيين من التراز عالي وتبين المتخب الليبي والمتخب الكويتي كما المتخب السعودي إن شاء الله جاي بثمانية الأوزان المتخب الجزائري كيف كيف مشارك بثمانية الأوزان لذلك الحظوظ ومتع المتخبات الكل نجم وقول ما تويزنا معنا الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ينظم بطولة التايكواندو للمرة السادسة منذ سنة خمسين وألفين نسخة تعاول عليها تونس من أجل تأكيد مكانتها في تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية وفي الثقافة مشروع مدرسة الكاريكاتور شمل تكوين مجموعة من الشباب في هذا الفن بعدد من دور الشباب بسفاقس في الروبورتاج التالي نقل لورشة تكوينية في دار الشباب بالعمرة في دار الشباب بالعمرة يواصل أبناء نادي الكاريكاتور عملهم في تحويل أفكارهم إلى عمل كاريكاتوري يتسع لتلك الرسائل والقضايا التي تنبع من واقعهم هنا تكوين وبحث في مكامل الإبداع لدى هؤلاء بالكاريكاتور هو بسيطة عبر بالبرشة وواصل به مساج قوي يمكن معناها في رسمة نجم فيها أكثر من فكرة وأكثر من مساج باش توصل للعباد ده دور بيقوم بيه فن الكاريكاتير وإذا لم يقم بدوره يعني على الدنيا السلام رسام الكاريكاتير دايما نقول خلقه ليعترض وأنا بتصور أنه هو فن بيعترض ضد المسالب وضد الفساد وضد كل الأشياء اللي لابد من تغييرها في مجتمعنا العربي هو من المحيط للخليج في احتياج لألف رسام كاريكاتير وفي احتياج لناس تسمع وتستوعب عشان الدنيا تتغير اليوم استقبلنا الفنان المصري الأستاذ سمير عبدالغني مش يقوم يعني بحصة نظرية وتطبيقية لتلميذ النادي وحبنا فرصة باش تلامض بتاع النادي تكون لهم يعني تجربة جديدة وتكون لهم يعني احتكاك بفنانين عالمين كبار مدرسة الكاريكاتير مشروع يسعى لتكوين 36 شابا وشابة أعمارهم بين 14 و18 عاما في دار الشباب بعجار بوحي المعزطين والعامرة قصد تكوينهم في مجال الكاريكاتير نظرنا في نادي الكاريكاتير في دار الشباب في العامرة لدينا حوالي 20 شاب وشابة يتكونوا لمدة 10 شهور يعني بدينا في 6 أكتوبر ويتواصل المدرسة تتواصل فعالياتها حتى الآخر جوليا 2018 من الشروط التي شرتوها مجموعة الاتحاد الأوروبي من المدرسة 60 في أماكن ريفية كانت الاختيار للمنطقة العجاربة وحي المعزطين والعامرة لكن هذا ما يمنعش اللي احنا قاعدين نخدمه ونحاول إنها تتعامل في كامل تراب الجمهورية لم يتخلى فن الكاريكاتير عن حضوته في ترق تلك القضايا المسكوتي عنها وطرحت عبره رسائل المجتمع وهموم الشعوب التي تتوق للتغيير والكاريكاتير هنا فن ينقل وينقض ويغير نهاية هذه النشرة مشاهدين الكرام وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوين العثور على جثة معتمد مطمط الجديد المفقود بوادي الفام منذ الحادي عشر من نوفمبر الجاري رئيس توجه بالتوقيع على إعلان مشترك وعلى مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسية تونسية تيفي نقطتها نشكر أن تابعكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر